أهلا بحضراتكم مرة تانية في أول فقراتنا في المحترف معانا واحد أنا على المستوى الشخصي بكون سعيد جدا أنه يكون موجود معايا في المحترف لأنه عنده ثقافة كبيرة جدا وعنده اتزان وعنده رؤية وعنده فيجن وعنده نقد بناء وعنده كل حاجة مميزة تسمحولي أرحب طبعا بنقدنا الرياضي أحمد مجدي مساء الخير عليك يا حب مساء الخير يا كابتن وشكرا على الكامل الجميل ده ربنا يخليك يا كابتن أنا بكون سعيد جدا طول ما أنا مع حضرتك وحضرتك بتدينا الفرصة دايما أننا نقول الكلام اللي يناسب الشاشة بتاعة الخناة الأهلي بعمقها وبالمطلوب فعلا لدى الجمهور دايما بتنورنا يا أحمد وسعيد أنك موجود معايا لكن طبعا مستعيد زي كل مصري بيحب بلده ويحب كورت الخدم بشكل خاص من اللي شفناه النهاردة من الساعة 6 إلى الساعة 8 كانت مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الأسيوبي وهذه ما 2-0 أنا يعني بشاطر حضرتك وبشاطر كل الناس المتابعة لكورة القدرة المصرية الحزن طبعا ولكن يعني رب ضرات النفع زي ما بيقولوا المفروض أنه نبص للحاجة دلوقتي اللي تعيد شكل الكورة المصرية بالشكل الطبيعي أو الشكل الملائم للكورة المصرية والماتش النهاردة هو جزء من 12 سنة أثبتت فيهم الكورة المصرية من بعد 2010 على وجه التحديد أننا في أمس الحاجة لمشروع رياضي متكامل يقوم عليه مدرب خبير مصري أو أجنبي مش دي الخناء اللي المفروض نتخانيها زي ما بيحصل كل تعيين يا كابتن للمدير الفني ولكن اللي المطلوب فعلا أنه ننقشه هو أنه إزاي نماهد لمدرب منتخب مصر أيا كان اختياره كل شيء قبل ما نخضعه للتقييم اللي هو يستحقه يعني يعني عطفا على ماتش النهاردة يا كابتن ماتش النهاردة الأداءنا في منتهى السوق أي حد هتنصل من الحقيقة دي كان مفاجأة بالنسبة لك يا حمد هذا الأداء وهذه النتيجة يعني كان بالنسبة لك مفاجأة خلينا نتكلم طبعا المفاجأة في النتيجة اتنين سفر وكمان يمكن أنا بقول أنه كان ممكن تبقى أربعة أو خمسة لكن على مستوى الأداء كلنا أنا كنت متوقع أن يكون أداء أفضل كثيرا جدا من أداءنا قدام المنتخب منتخب غينيا هل كان مفاجأة بالنسبة لك الأداء التشكيل الشكل الفني اللي بدأ به إيهاب جلال؟ لا أنا ما كنتش متفاجئ أبدا من الأداء لأن احنا ما قدمناش طول سنين طويلة أداء أفضل من ده غير المرشاط يعني تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة زي ما بيقولوا ما فيش سيستم أداء لمنتخب مصر طيلة سنوات طويلة وما فيش آلية لأنه مدرب يبتدي فعلا يغير فيه لمسات اللعب المصري ويستغل قوالة يعني أنا مش أنا مش من أنصار الناس اللي بتقول أنه القوالة بتاع الجيل الحالي جيل سيء على الإطلاق يعني أنا شايف أن عندنا دلوقتي فرصة كبيرة جدا نستغل يعني توهج كثير من المحترفين اللي لقوا فرصة كويسة في دوريات أوروبية محترمة يستحيل مثلا على سبيل مثلا أنت تضع عمر مرموش الحالي على سطر واحد مع عمر مرموش بتاعش توتجر يبقى ده سؤال ده سؤال مطالبين بحله يستحيل أن إحنا لما محمد النيني بيكون موجود في الملعب في معظم أوقات المنتخب المصري يكون جزء من اللي أرتيتا بيعرف يستغلوا أو اللي استغلوا مثلا في نهاية الموسم الحالي في البرمير ريجا كابتن فده بيطرح سؤال الإجابة بتاعت السؤال ده هي المفروض تكون في إطار بناء مشروع كامل يخص مدرب الحالي اللي هو كابتن إهاب جلال أو يخص مدرب لاحق مش ده أهم سؤال أهم سؤال كيف تطوع الكرة المصرية بشكل عام أنها تنتج لك منتخب متماسك لسيستم لعب لطريقة أداء لشكل هل إحنا نقدر نطلع من كل 12 سنة اللي فاتوا بمنتخب واضح المعالم لشكل أنا فوجة نظر وما بقلقيش باللوم على أي مدرب جي في الوقت ده أنا بلقي باللوم على أنه ما فيش مشروع حقيقي للكرة المصرية تبنته اللهم إلا فترتين فترة هكتور كوبر أي أن كانت مؤخذتنا على أداءه بس ده واحد خد فرصته أربع أو خمس سنين خد فرصته ثلاث سنين من 2015 إلى 2018 كنا منتقدين الأداء ولكن بدأ بدأنا نقول إيه إحنا أداءنا صفة نقط دفاعي فاتضح أن منتخب مصر يلعب بوية دفاعية فبتنزل لمتخب أرجوي بتكون زعلان في كاس العالم إنه خاصة 1-0 من الأرجوي في الده 90 وبتبتدي تنتقد كوبر أنك بتتحفظ في الأداء كتير زي كارلوس كيروش بنتحفظ أنه بيلعب بشكل مثلا دفاعي معظم أوقات المتش ولكن كان فيه فرق واضح في فترة كيروش إنه فيه استغلال جيد للجودات في تلت الملعب الأوسط وتلت الملعب الأخير وإن كان فيه مشكلة في اللمسة الأخيرة كان مفروض يعالجها بس ما خدش الوقت كيروش ما خدش الوقت يعني أنت شايفي الوقت دايما أخذ من كلامك الوقت كل مدرب جاي الأجل مسمى القصة من المدرب يعرف أنه لي أجل مسمى يعني مثلا فترة خفير أجيري على سبيل المثال الجهاز الفني بالكامل كان مبني مشروع لشيء معين أربع سنين أنا قلت موجود جزء من هذا الجهاز وكان المشروع أربع سنين وفجأة اللي هو إعداد لكاس العلم 2022 بحس يبقى فيه منتخب مصر ده اللي أعلن حتى الوسائل الإعلامي فيه منتخب مصري شاب موجود في كاس العلم قطر 2022 ولكن لما حصلت أن مصر استضافت 2019 هل من الطبيعين أنت تقرن مصير أجيري بالفترة دي ده مش ده دي النقطة المحورية أنه دايما المدرب بيبقى عارف أن شغله متوقف على شيء معين وده مش طبيعي واللي عايز أقوله أن الكورة المصرية مش في حاجة لأنها تضغط نفسها أن الفارق بيننا وبين أقرب المنافسين في البطولات ما هواش ما هواش ما هواش قليل إحنا يعني إحنا متحررين من قصة إن إحنا يعني إحنا سبع بطولات مثلا في أفريقيا وأقرب منافس لنا خمسة على مستوى الأنديا إحنا بعيد جدا فإحنا محتاجين يعني تأسيس مرحلي بجد أنا بشوف أن فيه مواهب مثلا تستحق أنها كانت تاخد فرصة أكتر في الكورة المصرية في الفترة الحالية منها أحمد عبد القادر منها إبراهيم عادل منها أمام عشور من بدري كل ده من بدري بالضبط من بدري لما يبقى عنده دلوقتي أحمد عبد القادر على سبيل المثال مش عشان لعب في الناد الأهلي على سبيل المثال 22-23 سنة ومالوش ولا ماتش دولي مالوش مشاركة دولية واحدة موهبة بالحجم ده لا كان ممكن ناخد فرصة في الوقت ده كان ممكن يعني زي ما بتشوف في كل دول العالم إنه المدرب بتاع المنتخب الوطني بيتدخل في بعض الأحيان في اختيارات اللاعبين في المركات علشان يخدم استراتيجيته للمنتخب ما بيجبرش اللاعب على حاجة ولكن إحنا شايفين انفصال تام وشايفين إنه دايما الجهاز الفني لمنتخب مصر هو الحلقة الأضعف والحلقة اللي بيلقى عليها اللوم دايما وأنا لو في ماتش النهار دي يا كابتن بنتكلم فنيا أنا مش هتنصل من حقيقة إنه إحنا كنا في منتقى السوق